عايز تتكلم أنت عن النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي يعدل من وضعه ما بعد مباراة السومة إلى الأفرق طيب فأي فرقة في الدنيا بذات الفرقة الجماهيرية لما بتحصل خسارة بيحصل غضب عارب وكأن كل شيء في الفريق ده في مشاكل كأن العيبة فيها مشكلة والمدارب فيها مشكلة والإدارة فيها مشكلة وكل شيء في مشكلة وده غضب طبيعي من الجماهير لكنه لو جنا نزلنا على أرض الواقع ما بيبقاش دقيق مش أقول مش حقيقي لكنه مش دقيق فتعال أنت أروح لمشكلة فرقة الكورة عشان الناس دايما بتيجي تقولك عندنا مشكلة في الدفاع بس الهجوم كويس فرقة الكورة بتشتغل بحاجة اسمها تأثير الدمرة لما تضرب الأولانية الباقي كله بيقع فلو في جزئية فيها مشكلة تضرب لك باقية الفريق طيب إيه المشكلة اللي موجودة في النادي الأهلي تعال أقولك وقولك حلولها كمان إيه يلا روح دلوقتي الكورة دي راجعة من وسط ملعب النادي الأهلي أنا عايزك تبص على حاجة الحفرة الكبيرة اللي في وسط الملعب دي في حفرة كبيرة في وسط الملعب أي لون أحمر في وسط الملعب ما فيش حد خالص بص الكورة هترجع دلوقتي هترجع لمن هنا هترجع لياسر إبراهيم ياسر إبراهيم هاروح حطيتها الرامي رامي هحاول يباصي مش عارف يطلع لأن الدنيا مقفولة هاروح راجع تاني لمين لياسر إبراهيم إيه اللي هيحصل هو رامي هحاول يطلع مفيش مفيش حد يطلع له ليه قبل ما تروحي السرعة اللي بعدها ماشي تمام بص إمام عشور ما كانوا فينا كريم رافع مهاجم تاني ضلع فوق مهاجم تاني عشان الراجل عايز يحل مشكلة الزيادة العددية طب المفروض الراجل بقى التاني يبقى راجل بولر لعيب كورة بيعرف يشتغل في وسط الملعب ويطلعك ويبني عليه الهجمة عشان تعوض لعيب اسمه محمد عبد المنعم كان بيوصل وعنده الحلول انه يديك كورة سليمة بتقطع مسافات طويلة هنا الكورة مع ياسر ده الفرق بص الكورة تروح فين اتقطعت في ثانية لا مع ياسر الباص راح من ياسر راح انه عايز يعمل باص طولي لبيرسي تاوي لوسام أبو علي مرحيتش طبع اتقطعت طب روح لللي بعديه كمان واحد يلا روح رامي مش لاقي حلول برضو إمام غطصان عايز يسقط منه الخطوط وما فيش حد اصلا يديه الكورة حامل الكورة مش موجود يطلع يزوق رامي لحد ما تقطع منه وتعمل عليه كماشا برضو وقف بتفرج عليه في زاوية التمرير المقفولة قفلها دونجا مش عارف مش عارف يروح للمكان الصح اتقطعت من رامي روح لللي بعد على طول اتقطعت الكورة روح تاني برضو مشكلة الخروج بالكورة نفس القصة نفس القزمة رامي بيحاول مفيش مش عارف تطلع روح لللي بعدي اهي الكورة رحت عندي ياسر ابراهيم وده اللي كان الزمالك دهما بيحاول يودي الكورة عندي ياسر عايز وقف يخرج به ياسر يعمل ايه يعمل الطولية التي لا يجد ليه لان ما عندكش لعيبة بتنزل تستلم الكورة في وسط الملعب فتحطت الكورة هنا برضو تقطعت الكورة دي كررت تسعة مرات ده كتير جدا فرقة صغيرة ما بتعملش الأخطاء دي ليه لان انت فقدت حلقة اللعاب اللي بينزل تحت يستلم الكورة لانك رافع اقرم ورافع امام لفوق قوي فانت وص الملعب عندك فاضي